تجيب لي الطائم الحاجة اللي انت ما لمسها طيب اللسان متخلط جدا حسة الام بالضبط لا تأتي بشيء الا اذا كان مثلا في ريح والشيدة مثلا رائحة متوسطة وكذا الى اخر في ساعتها الريح بتجيب لي الريحة بتاعت الشيدة وانت تكون في مسافة محددة بعدها وقربها يكون محدد جدا وما ملكة كله لان البيئة كلها لو تلقبضت وبيئة كلها عفنة ساعتها مبكشوا شيء خلاص انت ذاتك تجيب جزء منها تتكهرب بها وتتأقلم وخلاص معروسة الكلام هذا الاذن نفس الشيء بتجيب لي الشيء اللي جاهبت الشيء اللي منتواليها الشيء اللي بعيد منها مبتجيب القريب جدا مبتجيبه البعيد جدا مبتجيبه الشديد جدا برضو مبتجيبه كذلك العين البعيد منها خالص مبتجيبه لي القريب منها خالص ما تجيبها لي بتجيب لي هذا المتوسط لمواصفها الخاصة لكن القلب بيعكس ذلك كله لأن القلب بيشيف قدام وراء يمين شمال فوض تحت حاضر ماضي مستقبل ده قل لك القلب بقدر بيشيفه وبقدر جنب الليل بلد بحالها بلد بحالها القلب بيجيبها بورديك لها وانت جاي في مكان معزول من الناس مقفول عليه قلبك مفهوم الكلام هذا فعشان كده عرفنا انك لما تكون مثلا في العزلة لما تكون في الخلوة ضروري تدرك ان اهم حاجة عندك ان الابواب البرانية اللي كلها تقفل فضل الي باب واحد هذا الباب الواحد تد بالانشغال بالله اذا سديت بالانشغال بالله الوسائس والحاجات اللي كلها بتنقصع ساعتها عزلة بتصح وإلا يجوز ان تكون انت جوة البيت ولكنك خارج البيت موجود في كل مكان بدل من ان تكون مثلا مع المسموعات او مع المرئيات او مع المشمومات فقط او مع المحسوسات تبقى مع كل شي عندما تكون في البيت موجود في البيت او مع المشمومات فقط موجود في البيت او مع المشمومات فقط موجود في البيت ميدان وميدان الاثنين يقول لك ميدان مثل طابع وطابع ميدان وميدان ما فهم الكلام هذا بالفتح وبالكسر استعيء يعني مجال الخيل استعارهنا للأفكار أي مجال للأفكار إذ ترددها إذ ترددها في مواقعها كتردد الخيل في مجالها فشان تردد الأفكار في مواقع الفكر كتردد الخيل في مجال السبق والفكرة تسير القلب إلى حضرة الرب الفكرة المراد به هي انتقال القلب وسيره من الخلق إلى الحق أو من كل ما سوى الله تبارك وتعالى إليه وهي على قسميني فكرة تصديق وإيماني وفكرة شهود وعياني على ما يأتي الفكرة أي النتائج التي تترتب على الفكرة تنقسم إلى قسميني نتائج يقينية بتحصل أن طريق الفكرة مبنية على التصديق بالخبر والإيمان به بحسب ما أحبر الشارع وهو الصادق المصدوق به هذا مستوى كل المؤمنين يجب أن يشترقوا فيه معروس الكلام هذا والتانية والقسم الثاني كماني عبارة عن اليقين الذي يحصل للإنسان بعد السير في طريق الولاية فيحصل للإنسان اليقين عن طريق الشهود الشهود والعيان أي الشهود والعيان وهذه مسألة أخرى فعلا أن اللي سمع وآمن بين اللي شاف وآمن بيناتهم فرق سبيل كده أم لنا فالصحابي فاتنا ليه لأنه صاحب شهود وعيان وغير الصحابي كمان صاحب تصديق وإيمان في فرق بين ذا وبين ذا أظن مفهوم الكلام هذا لأن الصحابة شافوا الرسول وشافوا نزول الوحي وشافوا 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 إيمانهم بالإسلام وإيمان شهود وعيان أما نحن اللي جينا في قفاهم قرأنا الكتاب وسمعنا الخبر وآمن نبي وصدقنا فإيماننا مبني على التصديق والإيمان ففي فرق بين ذا وذا كذلك المعرفة التوحيد اللي بيحصل لنا عن طريق جرات أدلة التوحيد أدلة الوحدانية المعروفة التوحيد أو اليقين اللي بيحصل لنا عن طريق جرات الأدلة بتاعة الوحدانية بتاعة التوحيد المعروفة اشتركوا في القناة